سنتي بش نحكيه اليوم سنتي لأنه الموضوع مهم جدا والافتتاح مركز مهم جدا على السعيد الوطني على السعيد الافريقي الإقليمي وحتى على السعيد العالمي بش يكون في تونس جمعة هذية أول مركز لدراسة وعلاج الجروح في تونس ودسويت نحكيه عليه في شمس سنتي شمس سنتي كما قلنا بش يدشن جمعة هذية أول مركز إفريقي كيف عنده بعد عالمي فرانكوفوني وغيره لدراسة وعلاج الجروح في تونس بش نحكيه بأكثر تفاصيل معنا دكتور رامي بن صالح أستاذ في جراحة الترميم والتجميل ورئيس الجمعية التونسية لدراسة وعلاج الجروح دكتور صباح الفل سباح خير شكرا حسنك تضافة مرحبا بيك دكتور بقى الحاجة ساعة أنيفينما اللي هو مهم جدا جدا بش يكون الجمعة هذية وهيت انتي خليك تقدمنا شنو اللي بش يكون بالضابط هالافتتاح والمركز هذي شكرا هو المركز هذية مش يكون أول مركز ولأني محبش كلمة أول مركز أول كرهبة أول كار أول لكن احنا نقوله لا خطر ما لحقيقة مش يكونوا صادقين بصدقه أول مركز إفريقي في دراسة وعلاج جروح المركز هذية فما شكون المستوى العالمي الشركات الطبية كبيرة يسر مش مش نذكروها توا هي معناها دمين برامجها هي برامجها تعليمية وسمى education training في العالم المركز هذية الشركات الطبية الكبيرة هذية كانت تختارت تونس من بعد نوع من عانية شوية لأنه كان المشروع مش شير في تركيا وإلا في المغرب ناي لكن الحمد لله بفضل اللي احنا عادنا خبرة كبيرة في الميدان هذية في تونس في ميدان علاجة القدم السكري وقرحة الفراش للزيسكاغ في بي بي تي كالأخير جاءوا لنا احنا خبية واقترحوا علينا مش ينكونوا احنا معناها شركاء في هالتكوين هذي في المركز هذية بالتالي المركز هذية هو مش يخص تونسا ناي أطباء نأكد هما أطباء يعني مش طلبة في الطب يكونوا أطباء يقرأوا واخرين شهاية نجم يكونوا طبيب طب عام كما نجم يكون حتى بروفيسور من بلاد أجنبية في جراحة العظام ولا حتى جراحة العامة ناي لكل هم موجودين مش يحبوا يجيوا ماشي تصير فيها معناها تكوين على مستوى هالمركز هذية اللي هو مش يكون يسمى بخوجي بيلوت هو معناها نموذجي في الإطار هذية هو بش يكون هار عشرة فيفر إن شاء الله الافتتاح بش يكون موجود في تونس الكبرى كما قلنا بش يجيوا يحضروا ديجا ديزان فيتي من تونس وحتى من دول أفريقية وغيره مش يكونوا حاضرين من تونس بالطبع من تونس خطر موضوع يهمنا أحلى خطر طبتنا فرصة لديهم هذية تعرف هو نوعا ما فما يسر الطب مثلي عندهم كان عندهم رغبة كبيرة أنه علاج قدم السكري يوصل لدرجة أنه نلقاوله مركز يقري في الميدان هذية بالذات خطر هي سمنا بفرنسية هي تونيش الاختصاص هذية تونيش فصة الطب يعني فرصة لتونس وكانوا الافرقة جاوبونا الحقيقة نحن كجمعية مع رعاية سيد وزير الصحة وسيد وزير تكوين المهني والتشغيل الحقيقة اللي نشكرهم زيدا خطر وقفوا في الميدان هذية معنا استدعينهم وجاوبونا معناها أفرقة كانوا فرحانين ياسر جاوبونا على مستوى وزارة الصحة متلحهم على أنهم مشروع ذي يحلموا به يحلموا به يكلموا فينا معناها أكد لك أنا يكلموا فينا من ذي كابيني متى وزارة يكلموا فينا ذي كونسي تيكنيك متى وزير الصحة من البلدان أفريقية يقول لي معناها بصدق أنتم معناها مش تعطيونا بلايش نجيونا نقرأوا بلايش خاتنا ندفع فيسر الفلوس في أوروبا نحكيوا عليها كيفية بلايش معناها من بعد قالوا مش نجيو نحبو نحضر في نوكيغاسيون نقولون مرحبا بكم بالعكس نشرفونا وقولوني لهم معناها احنا في بيننا بيهم مش يجيو كانش اللي بعطونا الوفود متى مش تقرأ نحبو نجيو حتى قبل القراءة ونحكيو معاكم ونشوفو البرنامج بالتفصيل ونحكيو برنامج دراسي هذي شفيه معناها ورشية عمل إليه يعني معناها احنا الحمدولله فرحنا ياسر كيقناهم هما بيدهم معناها متعطشين للميدان هذي نقومش يجيو الكلش عادنا مكسب وعدنا مثال وزير الصحة متى غنبيا وزير الصحة متى وزير الصحة متى نقومش يجيو بطاقة مش يجيو في فترة قصيرة حتى يجيو وفود عادنا من سنة يجال من كونسي التكنيك متى وزير الصحة احنا هذي بثمانية وفود كاملات تأطبير وأصئي أقسام ووصائم وستشفيات من مالي 4 منهم كونسي التكنيك متى وزير الصحة متى عمالي كون كينشا سايدة وزير عين كونسي التكنيك متى وزير أشخاص إخارين من نيجر كيف كيف 14 بلدي فريقية معناها مش يكونوا على مستوى. قبل كيفش كانت دكتور معناه هل مثلاً اللي حبي يتخصص في هل هو اختصاص في وسط اختصاص لمحالة ولكن اللي يحب مثلاً انتي سيدي عتينا. والله انا طوي انت حق سألتني من لوقت اش دخلك انتي مع معرفني على اني نعمل شير جي بلاستيك استيتيك طوي انت يعرفني. اما انتي مضلاً كيفش اذا كان اليوم انا عرفوا لسانتخيذة بشي حل مشكلة كبيرة للطبة وكل شاي بشي تخصوا ولكن قبل كيفش كانت كيفش يتخصوا في مزارك. او كاش دوق شوف كان جيت معناها الو بزوان هو يكي خيلا عندك هو من اللول كان جيت فهم في ان يتعلموا العبيد رو اليوم فاميه السنتر رو عمله قبلنا الف مليار عبد وفيت مشكلة ومشكلة القدم السكر يقرحة الفراج احكينا قبل المرة جيت بحداك ومقبل قلت لك رو المشكل هذي حتى في البلدين المتقدمة. اي اخد امريكا. مطروح وما فهماش ناس تعرف تخدموا بالقديل 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 بالقديل. اذلك هو تلقى طب العامي دوي تلقى طب الاختصاص جراحة عامة جراحة عظام جراحة كذا كنس كل دوي. بالتالي ما فهماش اليوم تقول نمشي لا تساس معين مش نحل مشكلة القدم السكر. تبط العروق يخدموا في جراحة العروق. بالتالي تلقى تلقى تتو حتى في العالم كتبط تقول تقول الفريق اللي معايا الطباء راوش قاعدين يخدموا لأسلامية الأخرى يقول لك هذو ما معناها النجم نعمل عليهم نحكي معناها على اللابوراتوان تانسيونال هذي يقول لك هذو ما ينجموا يقوموا بالمهمة هذي في الفورماسيون إلى أخيره وكان اختيار تونس على معناها خذين فاكينيها نوعا ما من تركيا خاصة من تركيا تركيا خاصة قوية في الترينينغ وفي الفورماسيون معناها بريمو حمدولله خطفني أعطيكم صحة على المجهودات خاطر مش بالسهل إذا كينت قولي معناها كنتم في مونيفسة مع الدول كيماتوركي والمغرب دونك مش سهل إنو خاصة ظروفنا خاصة ظروفنا ما مش مش نقعد ونحكيوا لغة خشبية ظروفنا الطبين على كل خرج والخارج معناها طبين على كل خرج والخارج حتى ترشبها الطبي قاعدين يخطفوا فيه خطفين لك معناها اليوم مش تتركز أنه البلاد نزات ركزة وأنه معناها عادنا منعطيه نقطة به حكا وبصيص أمل في وسط الأخبار الخائبة الكل نسمعوا فيها وسيخطوه في المجال الصحي كما قلت انتي والهجرة والوضعية الصعيبة والتجهيزات والنقص وكذاه كنا نلقاوا إنه فهم اليوم حاجة به وممكن تكون هي بداية لمشاريع أخرى فمن نجمه كنا نفرحه هي تعطينا شوية كيفش بش يكون الخدمة في وسط الصندخ هذية معناها دائماية ساعة بش يجيوا من تونس طبا متعنا أحنا وإلا من دول الأفريقية بش يعملوا الفورماسيون لهنا نتفعه 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 بتبيعة عبلش فلوس منك أي تبيعة توا يسمع فينا دكتور في تونس مثلا النجم يجي يعمل بتطبع بتطبع نعم نظام مش معنا يتقل بيب يتخل حاطي كمش الضيف عبد يخبرك قبل من جي أحنا أشوف فهمنا نتقل الوطني السيد وزير الصحة حقيقة دعمنا ومش ننظم الأمور مش أنا بداي وفهمها كيما تقول ديليست حاضرين أكلم أشكون ليهي في الوزارة مش حاضرنا ديليست حاضرين من كل الولاية بجمهورية تونسية لونك مش عاليش خطر أطر أنفسر لك مش المهم أن اليوم أنا نعلم حبد حاجة طريقة علاج معينة وطريقة نظرة إلى المريض معينة ثم بعد نسيبه ويمشي على روحه مش يداوي مثال أمراض البرد ولا أمراض مش مش يتعبق معناه ميتعلم لونك المهم أنه كي نبعثوا 200 البقعة من جمهوري نبعثوا البوسين نبعثوا الهواري نبعثوا كذلك نلقى غادي عنده عيادة خاصة بالمرضى هذوم وهذا هو هذا الحلم بالحق الحلم أنه أنه اليوم يولي كل منطقة بعيدة ولا منطقة كبيرة فيها أطباء يسمى ميتساند بخميغنيني خاصة أطباء الطب العام اللي هذومة معناها مفخرة للبلاد هذية كي خاصة أن يزيدوا انطوروا قدرتهم الطبية ينجموا أطباء هذومة يوليوا الدوية والمرضى هذومة لا عارش المريض هذي يدخل ساقيه سمحني ريحتها خائبة والمرضى تلقى تدودها بثمان ساقيه وحد يحب يراه لعبدك كل خائفة لا تعرفش تعمله وقصوله ساقيه لا تلقى الطبية تعلموا في السنتر ان شاء الله ربي ويمشيوا غاديكا يوليوا هما أكفاء لا عارش يخافوا من المرضى هذيكا ويعرفوا كيفيش يداويوه وما يبعثوه جداد كل سبيتار هوا يبعثوا الاسبيتار يبعثوه في المرضى كما جيجا يتبعث كان المريض اللي يزموا يتبعث تربح الدولة فلوس ترتح المريض تملع قصان ساقين بالزيد لك هذومة الليستات مشيديوه حاضرين ان شاء الله من كل أول بقعة الحقيقة نشكرهم من هنا هما نابل نابل حقيقة والله يفرحوا خطر كل ما نعمل ما نفستشان في بقعة في الجمهورية نابلية مشاء الله عليهم لك نابل نابل حاضرين هذومة وعلى مستوى مش يجيو كل آخر جمعة بيان سير يقراو وعلى مستوى الافريقي القاري عادنا طوال الاسستات جايين من كل دول ما نأتيك الاسستات احنا ش نعم ما نجموش نستقبلهم بثلاثة بالأربعة نجيو اللمو مثال خمسة عشر ويجيو يعاديوا جمعة كيملة في تونس يعاديوا في تونس في النزل يقراو بثمين سوئة في النهار مش لعب يقراو ثمين سوئة في النهار ما يلعبوش لا 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 قلنا لهم خط الأفريقي يحبوا يقيلوا شوية كش يقراو مش تقيلوا ياسر راحنا في الصونتر مش تقيلة ياسر قلنا لهم قلنا لهم لقيقة تفطروا في الصونتر وتخدموا في الصونتر لا مش لقراو قلنا لهم في الأخر قلوا مش مشكلة احنا دونك نجيو عديوا جمعة كيملة ياخدوا فيها 40 ساعة 40 ساعة عمال شكوفهم المدى ملاد هوم اللي تصير عليهم معناها كيفية تيوريك والا بخاتيك معناه طوانتي دورت موضوع مو كنا ويحي ما شاء الله عليك وهو على حقيقة البروغرام دي فرميسون أنا عملتو خاطر هم هالي هم الجامعة هادوم هادوم هم عملو هم السبانسورين بتاع الصونتر قال لك احنا استعمل مش مش كنا نقول لك البلاد هم مش بش كتب للمان هم للمان هم استعملوا حبوا الانيفرسيات دو غراس ونو تخيش لتعمل البروغرام بتاعها في تونس قلت لهم ليس بيلا إلي احنا نحن هنا معناها حدامة عندكم لا لا احنا عرضنا حاجتنا بروغرامنا اللي هو عليش اقول لك عليش مثال اعطيك مثال مثال انتي كتمشي لطريش ولا تمشي للمانيا مثال قدم سكري احنا هناك نعمل هكا النظام الصحي ينهار ثم مش ديعي احنا توقع عاديا احنا عدنا انا عندي شخصيا حمدول الله الفئر بالعالمين عن نتيج أقوى منهم ما قلنا نستعمل ايرام لسكنير لا عمر بزر لا عتفاش قام انا تفرض علي انتي في الفورماشون اني نقول لطبيب اعمل ايرام نو قلت لهم لك عملت البروغرام دو فورماشون تونسي لا 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 تونسي تونسي ديار الانستانس نشنال الهيئة الوطنية هذي كان شكرا شكرا حمودة معنا خدمة ياسر معنا خدمنا بعضنا في النتاق هذي مش نخرجو معناها طرق علاج في الميدان هذي خدمنا خدمة مع خمساشة جامعية طبية في تونس معناها سامي معروفة ياسر في الطب في تونس خدموا فيهم معنا بعضنا خدمنا وفرحوا به ياسر ونجم نقول لك بصدق وجميع تعرف هذي قالوا احنا ما نعمل في دبي خطر دبي اختارها هي كما عمل تونس البرجيت بول افريك لزون فرانكوفون اختاروا دبي بول ارجان جي سي سي ازيا انغلوفون ايواش ايواش اختاروا نفس البروغرام ايواش احنا بشترجم في دبي بشال قالوا وثما المرضى مش نجيبوها معلش في المرضى مش نجيبوها انتي مش تقول تحكيلو كل مرة او طببال اجين بوتوينس تحكيلو نظري 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 بات تقولوا كيف تعمل الفاصمة كيفش بشت السيق هذي فيها مشكل كيفش تحط الفاصمة هذي خط الفاصمة تبدلوا معاش ديما كعبة كومبريسو شوي واحد دونك مش كون فما مرضى مرضى وهنا نسميو القافلة الصحية العكسية كيفش هي كاربان سنتين فيقسية احنا في العادة تقول لي ايجا دكتور معايا عادنا منطقة في تونس مدهبين نمشيو نطلو عليها نعمل فيها قافلة الصحية نقول لك بي نهزر ويحنا نمشيو نرى حد نرسبت نقدمه غادي احنا مش نعمل العكس المرضى ان شاء الله نكرموهم ونعزوهم نبعثوهم معنات كارباهية ونجيبوهم بحذانة يتحصلوا على العلاج اللازم علاج بنسيو مش عامل جراحية بالطبع ما يكون علاج فاسمات حاجة بسيطة سلون البروغرام تعالموا والطباء يتعلموا والمريض يتحصل على معناها علاج بيهي وياخذ حتى ندس شانت يوم فيها بيس كل واحد مش يلقى ان شاء الله منفع فالحكاية هذه المريض شرقة منفعة ولبقية كل مش يلقى يعني دوزونا هو سنتر في الدراسة يكون بيستفيد سابقا لفرماسيان قاعدين يبعثوا اللي في المساجات قالوا لفرماسيان وليزو فيغني بيس كو بيس يكونوا معنيين بالفرماسيان ولا لك بيهي بيهي سري دا سراج تحيالي يسمع فينا سري دا أخي من تتشعرين لكي حاجة احنا منجمو نعم نحرك شيء من غيركم بصدق بيش يكونوا معاكم دونك من الطبيعة بطبيعة لفرماسيان بالعكس هو العالم تاول كلهم إذا كان انتي اليوم مغير دي فرماسيان كيفاش تتقدم نحن نحكي وحتى كتر من هك انتي الكونسايم اللي تعمل في الفرماسيان تبدأ انت منطقة ما فيما يش تبيب فيها وما فيما يش تلقى فرماسيان يتعطيك والممرضين يعني الممرضين مش ولي مفخرة متاعنا إذا انت تلقى ممرض يعني ينجم اليوم تعمل عليه مستشفة كاملة يعمل عليه كاذا مش يتبع علاج ويتبع التأي من الجروح ويكون معناها مهمة جدا ومطلوبة في العالم في العالم معناها انتي تولي بالعكس رفعت مستوى الصحي في البلاد وخاصة ما تنسيس سامحني المشكل هو الهدف انه البرنامج هذا الكله معمول من أجل حاجة بركة من أجل المريض معناها مش نخم نصرفه أقل ونصرفه أكثر سامحني خام ونصرفه أقل في الصحة بالطبع هذا الهدف لكن الهدف الرئيسي هو المريض يعني هل مربوطين ببعضهم دكتور وقت لينت تأخذ المريض في مرحلة متقدمة في مرحلة ما زالت ما تطورت وتعرف ما هو العلاج المناسب لي وكذا باش تصرف أقل معناها أوتوماتيك مربوطة بعد هل حموديك هكا هو الهدف النهائي بالحق على المرضى مش على المرضى فقط خاتم شكور وشي تعمل بالسيميلاسيون سيميلاسيون هذية أنا حقيقة تحية شكر والله أنا رو ما نشكر وفي العادة يعرفوني ما نشكر وقال يكسب بقعد تشكر يسمعوني بعد يكسب بقعد تشكر في العابد لكن خطر من قلبي نحب نشكر السيد وزير تكوين المهني والتشغيل سيناصر دين الصيبي ونشكر سامحوني سامحوني خطر أنا حب نحكي على غياليتي اوغمونتير غياليتي ميكسد وكل شي حل ببين وقال بحاول لهم شي عاوننا علش خطر أنا هيفا نجم تتبع معي شوي ني هاني معاك معا أني نجيب مريض للسنتر يتعلم ني معناها المريض يداوي يتعالج ولأنه الطبيب يتعلم كيفش حط عليه البنس أنه اليوم لو أنا ناخذ غياليتي ميكسد ويبدأ عندك صوفتوير يعني البرنامج هذي اللي احنا مش نحبو نعملوه سيوزي تشغيل مش عاوننا عليه إن شاء الله مع السنتر دا فورمسيون ودفورمسيون ودنجينيوري ولي وحده ينجم يعمل حركات الطبية زم يعمل حركات طبية على ملاذ فيرتويل اي وهذا قاعد يصير في تونسي في بيدي لا ومش بالمستوى هذي فما روتار ما بين حركة متعليد مثال وما بين كذي ناقص شوية مش مش ركلا في موضوع هذي موضوع كبيريس بمعناها هذا تور قاعدين احنا نسكروا بمتاع الينوغيولاسون من هنا من غد وذلك مش نعبدهم في وزارة كمهن تشغيل وطولني كلمة مش نعبدهم اكا هاو احنا نبديو نبديو استيميلاسون نبديو خطر هذي بالحق زيد مسلول وتوقعت اخر حاجة يصير ذا السراج اخر حاجة ثلاثلين مدسين اللي احنا عملنا لها برنامج زيدة خطر القطبي هذو كيمشي المناطق هذي كيمش احدهم يبحثوا تصور للمرضى كي يوحلوا في حاجة واخنا كنا الكل مهوى اكسبيار في الدومين هذي يقولي اعملوا هكا وتصور كي نعملوا هكا كي نعملوا للمرضى وشنوى نقص ومشين ويجيين على سبيتارات بالزيد التعب مسكين يجي من اخر الدنيا يشوف سبيتار ويحل مشكلته في حومت وغاديك وفي بلاد وغاديك هو المتسان الطب العام اللي بحذين يحل هالمشكلة بسهول على جي اخر الدنيا مصروف وطعب وشكاه على حكاية تتحل بالسهول ومبعد مرات يقعد يريع الوقت مشي ويجي حتى سقيت تقص وعشت ماذا نراف فيها في حياتي روما مشكلة من رسي شوف المنفع مش تصير عندما تبدأ حاجة وثم حاجة اخرى هذين قولها قالوا هالي كانش جمعت هذوما اللابوراتور قولي احنا ان شاء الله ويقولوا كلمة كلمة رو للمان قولي احنا ان شاء الله مش نحل المعمل كبير في تونس في الميدان هذين محبش نسمي مش حل المعمل كبير في تونس قول شوف سبحان الله من الدين من حاجة بسيطة كيفاش تحل أبواب هي مش حاجة بسيطة رمح حالة كانت فيها خدمة وكذية ولكن هذية مش تزيد تحل ببين صدق ربي مش تصير منفع للبلاد والعباد ونحن هنا قاعدين هنا لكلنا ولي معايا يقراهم تخدم مش نرم الحقهم جبتهم من الحالة هيفا نعطيهم صحة نحن تكرهم في صع عندك دكتورة رئيس قسم في الاسبيتال العسكري في تونس هذية في سبيتدون عندك سيريدة سراج بينسويل نحن تكرهم في صع عندك هشام اللي هو تخيز غيام تيانا هشام العيفي عندك جهان السيبي اللي هي بارتو زادة ما شال عليها جهان السيبي في الكومينيكاسون في كل شي مختصة في خريج دعية وكل شي عندك جهان بن عيسى شير 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 معانا ممتازة من مستوى الطيارة على الاخر وعندك توفيق الغمرياني انفير نيفو الطيارة الحقيقة هذو مشكور اشكرتهم يزين من اشكر خط مش انا واحد الحقيقة خدمة جيمة متاع اكلي ومدنا نعيمة بن ملوكة اللي هي معناها المطور المحرك اللي افريقي كل جبتها لهنية معناها تحية نعيمة هتمنى وقفناها حتى الوقف مش جبانا يزي وقف كان يكثر في البلاي وحل وشاكلنا الكل ولا هي يعطيكم الصح على هالامل خليتنا نضحكوا وعنا برشا نحكيه في الاخبار اللي مش حلوة للأسف ولكن نضحكوا ونفرحوا برشا كيف نسمعوا حاجات هكا في تونس وحاجات الدشن جديدة ودي صندخ به بش ينفعوا الطب و بش ينفعوا التوينس و بش ينفعوا المرضى و بش يسهل وحيات برشا مرضى قاعدين يسمعوا فينا اليوم أكيد يا فرحوك يسمعوا حاجات كيف من هكا وطبعا الطب في تونس هو مفخرة لنا والحاجة اللي ما زلنا تشجين فيها بيجينا وساقينا وإن شاء الله تلقى حلول المشاكل كل اليوم المجال هذه المجال الطبي مشكور جدا دكتور بتوفيق إن شاء الله تجشين وإن شاء الله طورنا عدي وتصور ونكونوا جيمة في مواكبل أي حاجة جديدة تصير دكتور رامي بنسالح الأستاذ في جراحة الترميم والتجميل ورئيس الجمعية التونسية لدراسة وعليج الجروح وزيدا البيجابيتيك هذيك حاجة أخرى هذيك ناس جروب دو تخافي ناسيونال سوالبيجابيتيك المقدم السكري تحت إنيا سانتي اللي هي فيها شكرا لحمود أجدو تحية لك وتحية سي شكرا